ترجمة نانسي قنقر وفي عنوان آخر تتحدثت الصحيفة عن تهديد ترامب للدول التي ستصوت ضد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ننتقل إلى صحيفة مترو التي تصدر في حوالي مليونين نسخة يوميا التي تتحدث عن كذب غرين أمام المحققين بعد إنكاره وجود فيديو هذا الطبع يباحي على حسوبه عندما كان نائبا في مجلس العموم البريطاني ننتقل إلى صحيفة الديليمين التي تقول يا لها من طريقة حزينة للمغادرة هذا العنوان تصدر هذه الصحيفة التي تقول أن عدم صحافة غرين خالفت القانون الوزري الصحيفة تتحدث عن غضب ماي بعد اكتشاف الأمر وكيف دفعته الاستقالة بعد انتشار هذا الخبر التائم ستتحدث عن أكبر فضيحة جنسية في تاريخ ويسمينستر الصحيفة تقول أن رئيسة الحكومة شعرت بأسف عميق لاستقالته وتقول أنها ستكون مجبرة على تعويضه وفي عنوان آخر تقول الصحيفة أن القليل من السبانخ يحد من خطر الإصابة بالخلف ننتقل إلى الفينانشل تايمز التي تتحدث عن نية البنك المركزي الإنجليزي السماح للمصارف الأوروبية بالولوج للمظام المالي في المملكة المتحدة بعد الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمنا في الضفري بتعامل مماثل حتى لا تفقد سيتي نيزة الاستثمار في السوق الموحدة الأوروبية وننهي بي صحيفة ذي آي التي تتحدث عن محادثات سرية بين واشنطن ولندن بشأن التبادل الحر بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أهم المواضيع الخلافية إلى حد الآن هي السلامة الغذائية ونظام الصحة هذا كل ما جاء في الصحف البريطانية